الخبر الاول اللي عدنا عن مشكلة ابن سوريا ويا الشمري واحمد البياتي بالبداية خليني اشرح لكم القصة ابن سوريا عنده كلان اسمه ABN طبعا احمد البياتي كان فاتح بيث بحسابه بالفيسبوك بيث مال بوبجي فابن سوريا متهم انه دخل ستريم سنايب على بيث احمد البياتي بالنسبة الاشخاص اللي ما يعرفون منهما ستريم سنايب هما مجموعة من الاشخاص التافهيني اللي كونون دي يشوفون البيث المباشر مع صاحب المحتوى ويريدون يخربون عليه فيدخلون على بثه ويخربون البث طبعا هذول الاشخاص فوق ما كانوا ستريم سنايب بنفس الوقت كانوا هكارية ودخلوا على بث احمد البياتي ودخلوا على الجيم مالته وخصروه وهيج فاحمد البياتي عصب كثير من هذا الموضوع فقرروا ان يرد على ابن سوريا وقل له اذا هذول الهكارية من عندك فيا ابن سوريا انا هدخل على بث مباشر مالتك 85 كلان ويخربون بثك يعني طبعا ابن سوريا اكيد مسكت وقرروا ان يرد بالبث المباشر اللي كان فاتحه طبعا هحطو لكم جزء من اللي يرده وشوفوه بعدين فهموه بيروحوا بيشوفوا شخص بالجيم معهم اسمه اي بي ان هاذا ستريم سنايب يلا دراما يلا مشاكل يلا ها ادسلك عفوط عفوط لك احمد البياتي وراها مردوا تقريبا انتهت القصة ولكن هسا اشخاص يقول شنو دخل الشماري بالموضوع بنفس هذا البث اللي كان فاتحها ابن سوريا بلقطة او لحظة من اللحظات جاب اسم الشماري حطو لكم اياها ملاح اجيكم بالتهديد شلون هداك صاحبك طلع واعتذر بالصرماية لانه ضغطوا عليه العالم لذا اشخاص المفتهم شنو كان يقصد ابن سوريا فبيوم من الايام الشماري طلع واعتذر من جمهور ابن سوريا بقصة معينة ولكن حاليا الشماري اكيد مسكت وايضا طلع بحسابه بالانستجرام منزل استوريات وبث مباشر هذه الاستوريات رح اضطو لكم اياها بالقناة الثانية روحوا شوفوها لانها صراحة ان كلش طويلة فروحوا شوفوها هناك وحاليا ماكو اي تحديث للقصة ولكن كتبوا لي بالكومنتاش شن رأيكم هل انتو تتفقون يعني او يمنوا واقفين بدون تحيز الخبر الثاني اللي عدنا عن تهجم جمهور جواني على بيسان اسماعيل بيسان نزلت على حسابها بالانستجرام هذي صورة شايفية قدامكم طبعا التعليقات اتفجرت عدها جمهور جواني او جيش جواني وفشار ومن هذا الكلام طبعا هذي الكومنتات حصل على لايكات عالية طبعا هذي هي صورة قدامكم هاي هي صورة نشرتها وجدت عليها تهجم اكتبوا لي شون رأيكم بها الخبر الثالث اللي عدنا عن اسو ليش كانت او تريد تبجي اسو نزلت بحسابها بالانستجرام هذي الستوري اللي حطه بي علم فنلندا وحطه فيسين يعني حزينين وبعدها نزلت هذي الستوري كاتبي بي اقسم بالله لازم ادموعي ومارد ابتع على اللي صار اليوم طبعا اسو ما قالت شنو اللي صار ما نزلت شي وراها ورا ساعتين تقريبا ما نزلت ولا شي اذا صار اي شي راح انزلكم فاشتركوا بالقناة يعني وبس لهنا وصل نهاية المقطعات من المقطع اجابكم لاتشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة اشتركوا فيت زين مع السلامة